السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الطلاب طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم بعنوان أمن المعلومات وحمايتها هذا الدرس في ماهرة القراءة ينبغي أن تعلم أن هذا الدرس على ثلاثة أجزاء هذا هو الجزء الأول منه أرجو منك أن تتابع الجزء الثاني والثالث فور صدورهما أهداف الدرس الهدف الأول استخلاص الفكرة العامة للنص الهدف الثاني تحديد العلاقات اللغوية بين الكلمات الهدف الثالث تحديد بعض الأفكار الرئيسة للنص بدقة أمن وحماية المعلومات القراءة الصامتة عزيز الطالب هيا بنا نقرأ هذا النص قراءة صامتة حتى نستخلص فكرته العامة وأفكاره الرئيسة وسأسألك عن مضمون النص عدة أسئلة فكن منتبها بارك الله فيك والآن افتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك وقرأ النص قراءة صامتة متأنية الآن عزيز الطالب أوقف المقطع وقرأ النص قراءة صامتة متأنية الآن أظن أنه بات بإمكانك أن تجيب عن أسئلة القراءة الصامتة يمكنك إيقاف المقطع والإجابة بنفسك عن هذه الأسئلة السؤال الأول لماذا أصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على سلامة المعلومات والبيانات المتبادلة عبر وسائل التواصل الإلكترونية؟ نعم أحسنت بارك الله فيك لأن القرصنة الإلكترونية أصبحت خطرا يجتاح العالم ويهدد سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد والمؤسسات وحتى الدول السؤال الثاني كم يقدر عدد برامج الاختراق الضارة التي تستخدم للسطو على البيانات الإلكترونية حاليا؟ نعم أحسنت يقدر عدد هذه البرامج الضارة بـ 350 مليون برنامج السؤال الثالث متى يكون تشفير الملفات والمجلدات أمرا ضروريا؟ نعم أحسنت في الحالات التي يكون استخدام الحاسوب الواحد متاحا لأكثر من شخص ملخص النص يتناول الكاتب في مقدمة النص أثر التقدم التكنولوجي في تناقل البيانات وفي الفقرة الثانية تعرض لخطورة اتساع دائرة سرقة المعلومات ولذلك نجده في الفقرة الثالثة قد ذكر ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية للحفاظ على الوثائق في الحواسيب والأجهزة الإلكترونية ونراه في الفقرة الرابعة يشير إلى مخاطر الاستهانة بحماية المعلومات إلكترونيا وخاصة تلك التي لها ارتباط بأنشطة المؤسسات وسلامة الوطن وانتقل بنا في الفقرة الخامسة إلى مجموعة من الإرشادات الهامة للحفاظ على أمن المعلومات وفي خاتمة النص أكد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات وحمايتها والآن عزيز الطالب أجب عن أسئلة الفهم الآتية أوقف المقطع وحاول الإجابة بنفسك عن هذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي الفكرة المحورية التي يدور حولها النص هي نعم بارك الله فيه الإرشادات الواجب اتباعها لحماية المعلومات عبر شبكة الإنترنت معاني بعض المفردات اقرأ الجملتين اللتين أمامك ثم فكر في معاني الكلمات التي تحتها خط تناقل البيانات والمعلومات بشتى أنواعها عبر الفضاء الإلكتروني ما معنى كلمة شتى؟ أحسنت مختلف وما معنى كلمة عبر؟ أحسنت أي خلال أصبحت القرصنة الإلكترونية خطرا ما معنى كلمة القرصنة؟ نعم السرقة اكتشاف السطو على حسابه المصرفي الذي يعول به أسرته أهم القطاعات الحيوية في عالم التكنولوجيا ما معنى كلمة السطو؟ أحسنت أي الاستيلاء وما معنى كلمة يعول؟ بارك الله فيك أي يكفل أهم القطاعات الحيوية ما معنى كلمة الحيوية هنا عزيز الطالب؟ نعم بارك الله فيك أي النشطة والآن عزيز الطالب أجب عن أسئلة اللغويات الآتية أوقف المقطع وحاول الإجابة بنفسك عن هذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي مرادف كلمة يستخف في قول الكاتب وقد يستخف بعض الناس بهذه المخاطر فكر جيدا عزيز الطالب نعم بارك الله فيك يستهين عزيز الطالب أوقف المقطع وحاول الإجابة بنفسك عن هذا السؤال اختر المناسبة مما بين القوسين لكل ما تحته خط في الجدول الآتي تكلمنا في الدروس السابقة عن الترادف والتضاد والمشترك اللفظي وعرفنا أن التضاد هو الجمع بين الكلمة وضدها والترادف هو اتفاق كلمتين أو أكثر في المعنى والمشترك اللفظي لفظ واحد يدل على معنيين أو أكثر الآن عزيز الطالب بإمكانك الإجابة عن هذا السؤال بسهولة ويسر وهذا الانطباع صحيح وخطأ في الوقت ذاته ما العلاقة بين كلمتي صحيح وخطأ؟ نعم بارك الله فيه علاقة تضاد والأفضل أن تكون مكونة من عشر شانات على الأقل ومركبة من أحرف وأرقام ما العلاقة هنا بين كلمتي مكونة ومركبة؟ أحسنت بارك الله فيك علاقة ترادف على شأن الأمة العربية وصطعت شمسها على العالم سهر الرجل على شأن أبنائه انظر هنا عزيز الطالب هل جاءت كلمة شأن في الجملة الأولى بنفس المعنى التي جاءت به في الجملة الثانية؟ بالطبع لا أحسنت فما الجواب هنا عزيز الطالب؟ أحسنت بارك الله فيك مشترك لفظي والآن عزيز الطالب أجب عن أسئلة الفهم الآتية ما الحقائق المرعبة التي تحدث عنها الكاتب في الفقرة الثانية؟ أوقف المقطع ثم عد إلى الفقرة الثانية بالنص وأجب عن هذا السؤال نعم أحسنت بارك الله فيك في كل ثانيتين يظهر برنامج اختراق وفي كل يوم هناك أكثر من مائة اختراق عن طريق الفيروسات بارك الله فيك عدد بعض الأخطاء التي قد يقع فيها البعض فتعرض حسابه للاختراق ومعلوماته للسرقة أوقف المقطع وحاول الإجابة بنفسك عن هذا السؤال نعم بارك الله فيك أولاً اختيار كلمة مرور يسهل اختراقها ثانياً فتح أي باريد يأتي من أشخاص مجهولين ثالثاً تصفح المواقع غير الموثوقة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته